اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تأكد المكانة المتميزة التي يمتلكها فريق البحرين للتحمل 13 في مشاركاته الخارجية والعالمية والتي تترجم الأهداف الموضوعة مبينا سموه لأن الفوز تأكيد على أن فريق البحرين للتحمل دائما ما يؤكد جدارته واستحقاقه في البطولات الكبرى وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن فريق البحرين للتحمل 13 يساهم بشكل كبير في الترويج لمملكة البحرين من خلال مواصلة تحقيق الإنجازات المتميزة مبينا سموه أن الأنظار التي توجهت للبطل فينسينت لويس حملت في طياتها العديد من الأهداف في الترويج لمملكتنا الغالية لإبراز حركتها الرياضية المليئة بالإنجازات الكبيرة على مختلف الأصعدة وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التجمعات الكبيرة التي تشهد حضورا واسعا من قبل أبطال العالم تكون دائما في دائرة الأضواء والإعلام يسلط الضوء عليها وفريق البحرين للتحمل 13 دائما ما يكون حاضرا في هذه البطولات حتى بات أبطال الفريق يتوشحون الذهب وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للمتسابق فينسينت لويس بمناسبة حصوله على المركز الأول والمحافظة على اللقب مبينا سموه أن الجهود الكبيرة التي بذلها لويس ساهمت بحصوله على المركز الأول